برضو عايزين نعرف حضراتكم بعد المتشو حصل ايه مبارح مارسل كولر اعرف طبعا عن ساعاته بالفوز اللي حققه الفريق على امفي كمان ابدا تحفزه على نتيجة المباراة اكد ان الفريق وتيحت ليه اكتر من فرصة لتسجيل اكتر من هدف بل ومضاعفة النتيجة واكد كمان انه لا يستطيع ان يحدد من سيشارك من اللعبين في المباراة القادمة قد يكون هناك بعض التعديلات في التشكيل لكن وفقا لظروف كل مباراة على حدة واشار كمان انه بيسعى الى يعني علاج ظاهرة اهضار الفرص وان الموضوع ده بيحتاج الى تركيز شديد والعمل المضاعف ودي نقطة احنا اتكلمنا فيها هنا بكده كتير الفاينل تاتش واللي حرمتنا في كتير من اللقاءات من سكور كبير ومتزعل على الاداء الجميل يا كريم طول المباراة وكاد تيجي فعلا الفنال بتاعك الفاينل تاتش بتاعك تضيع كل حاجة فطبعا دي كانت حاجة مش افضل شيء على كل حال تعالوا ناخد فكرة كده عن جانب من اللي صرح به مستر مارسل كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ونرجع نكمل الكلام كندقا دقدم من Thought Li نعمari نعم نعم بشكل حاجة كني نعم did Gateway طلاعvolنا بحاجة لقدążتم وضع goّوا بعد سوقات بعض التجازات للماء تبقى امع gardensماكن على practices معل شيء ليرة يمكن أن يكون مرة أخرى في الثالث ويوجد مرة أخرى ويوجد مرة أخرى ونحن نتعاب بالتالي ونحن نتعاد بها حتى يتقل على مجدعات الجهة ونحن نتعاد بها مجدعات حتى يتقال بالفعل يجب أن نتعاد في هذا اليوم أن أحيانا من الحلقة للتالي إجابة أن تكون مهمة وعلى أخرى كنت أعاد أن أعاد أن يقوم بها كنا نحن نتعاد مجدعي هنالك من يتقالي ونحن هنالك في البعض وأنني أقوم بسرعة من المعارضة لأننا مستعد ومعرفة تحييرها أبداً عليك أن تحييره عليكم لانا اعطى الى حال التعالي بيقى فيه مطشاط بيبدأ فيها بتشكيل على حسب برضو الإصابات فيه لعيبة بتبقى مصابة وعبال ما بترجع ما بتقدرش إنها تدخل على طول بسرعة لأنه في الرتم اللي احنا فيه ده اللعيبة بتتمرنش كتير مع بعضها كمجموعة كاملة فيه مجموعة بتتمرن أقل شوية فبتبدأ عبال ما يخد الرتم المطشاط بيخدوقت أطول كمان اللعيب اللي مصاب بقاله تلات أسابيع أو أسبوعين أو أكتر ما قدرش إنها نزله من أول المباراة أو ينزل 90 دقيقة مرة واحدة فلازم بنزله بقنن نزوله في الأول لغاية لما يبدأ يخش تاني في رتم الفرقة فما فيش عندي فكرة لعيب أساسي إحنا بنقعد نحاول قدر إمكان طول الوقت إن إحنا نهندل الموضوع إن كله بيلعب من غير ما يبقى فيه أي خطورة على أي لعب في الإصابات وإن كله يبقى الأداء دايما في أعلى مستوى دي